ده سؤال مهم، إزاي أعمل طيار هوا جوا بيتي؟ أستفيد من المنور، أستفيد من الشبابيك؟ الناس كتير جداً مش فهمة معادلة طيار الهوا جوا البيت دي نفهمها إزاي يعني، إزاي أعمل طيار هوا؟ فعلاً يعني يبعدني شوية عن التكييف، يقلل استخدام الكهرباء ويدي أيضاً نسمة هوا طبيعية إزاي ما أعطي حضرتك، لو المبنى قائم، نشوف اتجاهه إيه؟ لو الاتجاه بتاعه مواجه للهوا يعني بحري طبعاً الموضوع ساهل وبسيط بإن إحنا يبقى عندنا أو النوع من التهوية التي تقدر تخش من الاتجاه البحري للاتجاهات الجنوية، ولكن لو عندنا المبنى قبلي وده أسوأ وضع واختيار مش قدامنا الحقيقة غير المراوح الكهربائية أو المراوح السقف وبعد كده عندنا التكييفات للأسف في أثناء اليوم، ولكن مساء تاني نستفاد بإنخفاض درجة الحرارة الخارجي بإن إحنا نعمل نوع من أو نوع من تجديد الهوى داخل البيت على قد ما نقدر، ولازم طبعاً الاتجاه القبلي مراوح شغالة لأن ما فيش أصلاً مصدر للهوى تقدر حضرتك تتقبله نعتمد على المناور ولكن ده برضو بيعتمد على مساحة المناور قد إيه وكفاءة المناور في سحب الهوى بيعتمد على ارتفاع اليونت نفسها أو الشقة دي كل مزاد الارتفاع كل مقابلية الواحدة قدرت أنها يجي لها نوع من الهوى أحسن بكتير مساء من الأدوار السفلية موضوع تاني مهم جداً عندنا وإحنا بدأنا يعني نبعد عنه موضوع الغطاء الشجري خارج بيوتنا ده مهم جداً لأنه بيساهم في تظليل الأغلفة الخارجية للمباني بتاعتنا فطبعاً المبنى حتى لو مصمم جيداً اللي مالوش غطاء شجري مالوش علاقة ما فيه شجر أو تظليل خارج المبنى ده طبعاً اكتسابه للحرارة حيبقى أسرع بكتير من الأسفلت ومن المؤثرات من النعكسات المباني التانية عليه أكتر من المباني الوسط غلاف أو أغطية شجرية معينة اللي نحن نوعيه ولذلك لازم نحاول نحمي الغطاء الشجري في المدن بتاعتنا لأنه ده من الحاجات التي تقدر تقلل جداً اكتساب الحرارة نقدر نعمل إيه غير التهوية نستخدم أجهزة طبعاً موفرة للكهرابا نقدر نستخدم الإضاءة بعد الإضاءة تقليدية طبعاً إضاءة لد دي تقدر تقلل أهم شيء هو طبعاً المواد والعزل يعني العزل الحراري مهم جداً أسقف بتاعتنا أو الألوان بتاعتنا للمباني بتاعتنا تبقى تميل أكتر أنها تبقى أبيض أو الألوان الفتحة مش الألوان الغمئة لأن الألوان الغمئة فيها خاصية اكتساب الحرارة أكتر وبدأنا نشوف المباني بتاعتنا بدأت يبقى لونها أغمأ وفي نفس الوقت فيها معادن فإحنا يعني تقريباً بنكتسب ونصممها للمناخ البارد المناخ البارد بيتصمم بالأسلوب ده علشان يكتسب الحرارة بالنسبة لعندنا إحنا الحمد لله ربنا ادينا الحرارة